موسيقى بانتخاب محفوظ أنيس رئيسا جديدا لفارق الرجاوية كانتك استمرارية على رؤساء زراء ديرهام هل اتفق مع ذلك؟ أولا أنيس محفوظ رئيس جديد لفارق الرجاوي رئيس البيضاوي بغيت نهني لعائلة الرجاوية للمحطة الديمقراطية ويعني انتخابات دازو الشبافية ودازو بكل موضوعية وبكل ديمقراطية وعطت الديمقراطية اعطتنا رئيس جديد لي هو سي أنيس محفوظ اولا انا ما غديش نقول بان سي أنيس محفوظ غدي يبدأ بزيرو ديرام لأنه غدي يبدأ بواحد ستمائة ولا سبعمائة مليون اللي خلال المكتب السابق اللي هي يعني ما تبقى من الأموال اللي تقاطرت على فريق الرجاري هذه البيضاوي بعد الصفقة الصفقة دي المالانغو وبعد كعس الفوز بكعس محمد السادس نصر والله تانيا تنظن بان من بخصوش العمل دي المكتب السابق برأسة السيراسي للأندلوسي وتنظن بان العمل الكبير دار في إبان يعني تولي رأي السيراسي للأندلوسي رئاسة فريق الرجاري البيضاوي والحمد لله الأزمة يعني تزوزنا بوحد طريقة سالسة بوحد الأرياحية المقصود هو أن محفوظ ما غديش يجي مع فلوس ديالو بش يستثمره كما وقع بالنسبة ل سي بوضريقة مثلا دابا دابا الفلوس رأى دابا كين وحد القانون مؤخرا رأتي بقى ما واش وصدقوا عليه ولا ما صدقواش عليه واش داز في البرلمان المدى سيكون لغادي ينزلوا الأرض الواقع سيكون لغا يعطيها القوة القانونية بقى ما عارف ناس هو أن داك رأيس معلم شكرا رأى ما بقاش لنا دابا يقول لك رأي لاز يبتي فلوسك لشي فارق رأى ما عندك الحق بش تسترجعهم فشكون هذا الرئيس اللي غدي يجي غمر بالفلوس ديالو ويجي ويجي بالفلوس وهذا يعني بأن سي عنيس محفوظ رأى ما غديش يجيب ما يجيب الأوادب يلا تولى الرئاسة تخصنا نخليه يرتاح شوية لأن الحملة الانتخابية يعني يخذت منه بزاف ديالجود وخذت منه بزاف ديال تفكير وخذت منه بزاف ديال تخطيط لرئاسة فارق الرأى والفوز بكرسي الرئاسة وش فارق رأى جالبي داو محتاج لملش كارا ولا لستراتيج يتعمل لتطوير الفارق في السنوات المقبلة وإحنا الرجم احتزل الواحد اللي عنده استراتيجية المدى البعيد والمدى القريب لتطوير النادي ولجلب الاستطمارات ولجلب المستطمارين وتخصنا إحنا عندنا وحد عندنا وحد أنا تنشوف بأن مركب الوزيز في وحد يعني وحد العامل إلا تم استغلاله ممكن جلب استطمار تقار وهي الواجهة الملعب الوزيز الواجهة بأربع اللي هما يمثلوا واحد الواجهة تجارية لو لا تنظن ركف همتني سنقول لك بأن لو تم استغلال هاد الواجهات من ناحية دي تيران الريك ولم جيت تيران الويداد على الأقل ثم يجي واحد المول اللي يتباع فيه واحد ملابس ريادية للفريق الرجاء ركين مول ما يتم استغلاله زيادة على إحداث واحد المطعم قار لفريق الرجاء رياد الدباء اللي يكون يعني بزاف دي المغاربة يعني يجيوا يستغلوا هذا المطعم ويتناولوا فيه ويكون المداخل قار لفريق الرجاء يعني يستقصد البحث عن موارد مالية جديدة بالنسبة للفريق إضافية وقار وهتنا شوف أن تير الوزز يعني فيتير ملعب فريق الرجاء البيضاوي لا يستغل كما يعني ما تستغل كما يستغل لأن إذا درناه واحد المول تم ما خلناه واحد المستطمير ودرناه واحد المول اللي خارج من ملعب فريق الرجاء بحال الباب الخلفي دي الملعب تم رأي يقدر يجي مول عن قروم مول اللي يدر مبالغ مالية مهمة على فريق الرجاء البيضاوي تنظن بأن هذا الفضاء الرياضي دي الفريق الرجاء الرياضي اللي هو الملعب يقدر يجي مبالغ قار رأوي يجي بست أموال اللي على الأقل الملعب تشد الحاجيات دي من بين المؤخدات التي تخاد سعلا السي محفوظ منذ بداية العمل دي هو أن كان قال ربما أن يفسخ العقد مع المدرب الرجاء البيضاوي واش تصريح بدا كين قال السي محفوظ ولا أن محفوظ لم يفي بالوعد الأول بالنسبة للجماهير الرجاء البيضاوي أولا 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 التصريحات لم تقرأ بجد وثانيا لا نظن بأن سي أنيس محفوظ خلق عزمة تقنية في فريق الرجاء الرجاء البيضاوي وثالثا تنظن بأن لو أن أقدم سي أنيس محفوظ على تغيير المدرب ويكون خطأ من الأخطاء الفادحة في البداية تنظن بأن أنيس محفوظ مع مرغ قال أن غير المدرب اللي قال هو أن طريقة اللاعب المقابلة ما عجباتوش ما عجباتوش وتنظن حتى أن أي رئيس من غير أنيس محفوظ لو أن حتى سي جمال الخلفاوي لو دفر بكورسي الرعاسة والسي الرامي ما كان أشودي لأن تنظن بأن تغيير المدرب في هذه المرحلة و يعني عند نتائج نتائج يعني إيجابيات يربع و دفر لك جز الكؤوس و دار وصيف الباطل و تغيير ما نظن ما نظن فرق رجاء البيضاء و دائما تتطرح مشكلة عن انتذابات علي ش بالنسبة لك الرجاء تتفشل في مسألة عن انتذابات يعني بسثناءات قليلة و قليلة جدا وتنظن بأن التجاه دائما التجاه السوق الأفريقية هذا تخلينا بأن دائما تنجي واحد لعبا يعني الأفريق ما تنظن نظر على أفريقية الشمالية تنظر على أفريقية الغربية والشرقية والجنوبية يعني دول الساحل ودكشي كيف تقولوا لها ولكن تنظن بأن أفريق الرجاء البيضاء ينفتح على المدرسة الأمريكية اللاتينية ينفتح شوية على بعض دول المغمورة في كورة القادة الملية غالبا ستلقوا ذلك الوازوغ كين فيها ما علينا تنظن بأن انتدابات تنظن بأن المالية دي الفريق الرجاء البيضاوي حاليا حاليا ما يمكن شليها ما تسمح شليها ما تسمح شليها باش أن ندير واحد انتداب في مستوى كبير خاصة ونا تنقول بأن دائما تنقول بأن لك ندير انتدابات ونسد المدرسة لا داعي اللي ندير التكوين ودك نحن دابا لعبين عندنا لعبين دي المدرسة يعني في مستوى كبير في مستوى كبير فلهذا تنظن بأن انتدابات نشاء الله في الميركاتول الشتوي يمكن فريق رجاء رياضي البيضاوي تعاقد معشي لاعب ولا جوج اللي يخص يكون في أعلى مستوى تنظن بأن الرجاء ما رغم ما خصاش ثلاثة ولا اربعة الانتدابات اللي يكون رخص انتداب ولا جوج لأن المدرسة يعني تتقم بتسعين في المئة تتقم بتسعين في المئة من التركيبة البشرية تيخص ندك وعقصنا واحد اللعب الفينيسير اللي تضرب لك الشبكة اللي تضرب لك الشبكة أما اللي غدي مرار ولا يبري بريباري ولا يدي اللاسيس تولاتي عاجة اللعب فريق الرجاء رامد راسف هذا الميدان بالعودة إلى الجمع العام تعالف الرجاء الوضوي كيف انتش في استراع ما بين تولاتي محفوظ الخلفاوي و السيرامي وهل كنت تتوقع فوز محفوظ بهذه نتيجة هذه أريد أن أقول أن تنظن بأن لم يكن الصراع و أنا في الحملة الانتخابية كان عندي اتصالات خاصة مع جمال الخلفاوي الذي أعتبره صديق دي و دك شي والشي جمال الخلفاوي كان يحمل مع أسباب الهزيمة في اللائحة دي لأن أنا اتصلت به و قلت لي أريد رأ واحد الانسان واحد لي محفوظ يعني اللي ماك في اللائحة دي لك رأ هذا الانسان أنا هذا الانسان رأ صديق دي لي ما عندي عليه تشي شي يعني ما عندي ش علي شي مشكل ولكن ما كان ش عليه إجماع في المحيط الرجاوي ما كان ش عليه إجماع و سي جمال الخلفوي كان أن هو أعطاه الكلمة يعني أن هو سي دير معه في اللائحة صديقي كان عليها كيف يقول آآ كان ما كان غير متفق علي و كاش علي إجماع لأن أغلبية دي الأصدقاء دي الجمال الخلفوي قالوا لي أود هذا السيد اللي دير معك في روا روا هو غدي يكون أسباب عدم ترأوس الفريق الرجاوي و أنا قلت أعط صلت بشي جمال الخلفوي قلت لأن أنا ما عندي إعتراض على هذا السخص صديقي وكان معي في جمعية و رجاوي قوح ولكن ما كان ش علي إجماع ما كان ش علي إجماع وهو في نظري أنا جرب في هات تجربة ما كان يترشح باش يكون مامور دي المكتب ولا عضو دي المكتب فريق الرجاوي لأن باقي هو صغير وباقي يترش تجربة وباقي يترش باقي احتكاك وباقي يعني باش ياخذ بزيف دي الجربة باش يمكن يكون عضو من أعضاء الفريق الرجاوي البيضاوي مكتب فريق الرجاوي البيضاوي تنظن بأن سي الرامي الرامي يعني هو شاب طموح يعني عنده قبول أن اللي عجبني في سي الرامي هو الروح الرياضية لكي تقبل النتيجة كانت الروح الرياضية عنده عالية وقال بأن الرئيس هو سي أنيس محفوظ نحن سنخدم جميعا مع سي أنيس محفوظ وهذه الروح التي ستكون تقف تقف عندك تقف الانتصار تكون عندك تقف تقف الهجمة فريق الرجاوي فريق كبير كبير بالعائلة الرجاوية كبير بالأطور كبير بالتجربة وبالمحطة الديمقراطية التي وصل لها والحمد لله أن الديمقراطية كانت هي اللي كانت والديمقراطية هي اللي كانت سائدة رغم أن أنا قبل يعني الإعلان على النتائج وقبل الفرز ديال تصويت كانت عندي تقريبا نتيجة واحد للخمسين في المياه عرفت بين ناس أنيس محفوظ هو اللي يكون ووت من هذه المنبر تنهني وتنذير تجربة ديالنا المتواضع على الإشارة ديالو إلى عيد لنا مرحبا نعاونه باش ما باش ما بغى من أجل تاريخ فريق الرجع رياضي البيضاوي شكرا سي جمال على قبول دعوة متتابعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله